ننتقل إلى جريدة الأخبار ومنها نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذ إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد وجاء أبو عنوان تمنيت رؤية محمد صلاح في برلين وقالت عدت بالأمس من ألمانيا بالتحديد من برصة برلين للسياحة التي حقق خلالها الجناح المصري نجاحا كبيرا ومتميزا ولكن لأنني أطمح دائما إلى المزيد من التميز والنجاح فقد تمنيت أن أجد في استقبال زوار الجناح المصري لاعبنا الدولي الكبير محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني وباقي أبنائنا الأبطال المحترفين في الدور الأوروبي بمناسبة تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية فهم وجه جاذب جدا للسياحة ولهم شعبيتهم الكبيرة في أوروبا أيضا لم أرى عرضا لمصار العائلة المقدسة رغم زيارة بابا الفاتيكا واعتماده مصار العائلة المقدسة كوجهة سياحية دينية وكنت أتمنى لو خصصنا لها مساحة أكبر لجذب هوات السياحة الدينية في العالم فبورصة برلين أكبر بورصة للسياحة في العالم يشارك فيها أكثر من 187 دولة وأكثر من 10 ألاف عارض وحوالي 120 ألف ممن يعملون بالسياحة وتضع الكثير من الأمال على بورصة برلين للسياحة لإنعاش الموسم السياحي بمصر والذي سيبدأ أكتوبر المقبل وطبقا لمنظمة السياحة العالمية فإن مصر هي الوجهة السياحية الأسرع نموا في العالم حيث حصلت على المركز الأول للوجهات السياحية متفوقة على إيطاليا وفيتنام واليونان وتونس وإسرائيل ولأني اعتدت زيارة بورصة برلين سنويا فقد لاحظت الاختلاف والفارق الكبير فهذا العام جاءت المشاركة المصرية غير المسبوقة بوفد رسمي برياسة وزيرة السياحة النشيطة الدكتورة رانيا المشاط ومشاركة 35 شركة سياحة و59 فندقا ومنتجعا سياحيا الجناح المصري شهد تطورا كبيرا وأعجبني جدا أن وزارة السياحة استعانت لأول مرة بالشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وأبناء الجالية المصرية هناك لاستقبال زائر الجناح المصري بالحلي الفرعونية وهي فكرة جديدة وجيدة من الدكتورة رانيا المشاط لربط هذا الشباب بوطنهم الأم وليكونوا سفراء لمصر وستقوم الوزارة بتعميم هذه التجربة خلال المعارض الخارجية القادمة تجربة سياحية مصرية متكاملة أشتها وعاشها زوار المعارض من خلال تقديم لمحة من الطعام والموسيقى المصرية إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية الجميلة التي تؤكد على الهوية المصرية والثقافة المصرية أما ما أبهر الحضور فهو تخصيص ممر بالجناح صمم بتكنولوجيا حديثة تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية يرون من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنيات الفيرتشوال رياليتي باستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد وعرض لقطات مصورة بتقنية 360 لضرب سيناء وهو أول ممشا طويل في مصر يمر بجبل سانت كاترين في إطار الترويج لسياحة المغامرة التي تعد أحد الأنماط السياحية الجديدة وشاشات العرض الكبيرة المتحركة في جميع جوانب الجناح والتي تبث مواد ترويجية عن مصر طوال فترة فعاليات البورصة جذبت أنظار الجميع كل هذا جعل الجناح المصري هو الأكبر والأكثر تميزا وإبهارا علاقة إقبالا كبيرا بمجرد أن تراه تعرف كم الجهد المبذول فيه ليخرج بهذا المستوى الراقي المبهر الجميل وجودي في بورصة برلين هذا العام جعلني أشعر بحجم الجهد والتميز الذي جعل التمثيل المصري مشرفا ومبهرا فكل الشكر للوزيرة النشيطة التي تعمل ليلة نهار بدون كلل أو ملل ولسفيرنا في برلين بدر عبد العاطي ورجال السياحة المصرين بقطاعيها الحكومي والخاص ولرجل الأعمال محمد أبو العنين الذي كانت مشاركته في برلين إضافة حقيقية خاصة أنه وجد دعوة لجيرمي جونسون رئيس مجلس إدارة شركة في مجال التسويق السياحي الإلكتروني عبر السوشيال ميديا والإنترنت لزيارة مصر للتعرف عن قرب على التطوير الذي شهده قطاع السياحة المصري سواء على المستوى البشري أو الإنشائي ورد جونسون بأن مصر ستكون من أهم الدول التي تروج لها شركته خلال المواسم المقبلة